بصوا بقى الحكاية دي نادي الزمالك مهدد بعدم المشاركة في النسخة الجديدة بدورة أبطال أفريقيا بسبب وجود مديونيات عليه سواء للتحاد الكرة أو للعابين ومدربين أجانب سابقين وهو ما يمنع تجديد رخصة الاحتراف الخاصة بنادي الزمالك قبل انتهاء المهلة في 30 يونيو الجارية اتحاد الكرة خاطب الأنداء لإرسال الملفات الخاصة بها لإصدار ترخيص لها قبل انطلاق الموسم الجديد 2022-2023 يعني الزمالك يلحق نفسه وأعتقد هيلحق نفسه أفاقش أصلي ما أبطال أفريقيا دي مهمة جدا لنادي الزمالك زي مهم من النادي الأهلي مهمة للأنداءة كبيرة طبعا حتى لو ممش كبيرة آه مهمة فأكيد الزمالك هيلحق بسرعة يلم أموره أتوقع ده يعني خلال الأيام اللي جاية لسه مع أخبار نادي الزمالك وجوزوالد فريرا عقد جلسة مع ناشئ نادي الزمالك المميزين بعد مباراة الفريق الوداء أمام المصاري للصلاة واللي كسبها الزمالك 2-0 فريرا وجه رسالة للعبين قال لهم أنتم مستقبل الزمالك ولعبي مميزين ومهمة بالنسبة لي وأعتمد عليكم الفترة اللي جاية طلب منهم الاجتهاد والتركيز في التدريبات فقط ومع الوقت هيتم مشاركة المميزين في المباريات بشكل تدريجي الزمالك كمان أرسل خطاب ثاني للتحاد السعودي لكرة القدم من أجل الحصول على المستحقات المالية الخاصة بالنادي في انتقال مصطفى محمد لنادي مصطفى فتحي لنادي التعاون السعودي والمقدرة بمبلغ 400 ألف دولار الزمالك كان أرسل خطاب من أسبوع للاتحاد السعودي لكن لم يتلقى أي رد فأرسل خطاب ثاني تنسي حمدي النقاز مستنى اجتماعا مع مسؤولي الزمالك لمعرفة موقفه مع الفريق خصوصا أنه في عقد بينه وبين الزمالك من السنة الماضية لمدة ثلاث مواسم النقاز كان واحد وعد من لجنة كابتن حسين لبيب أنه هيرجع من بداية الموسم لكن الوضع اختلف بعد تواجد مجلس إدارة جديد النقاز متواجد في القائرة ومنتظر أي مكالمة من مسؤولي نادي الزمالك